اشتركوا في القناة الحزن كان شديد جدا وكان العملية ان احنا بنلم الولاد يعني خلاص طبعا كان هيدا فوز تاريخي ويكتب لهم لكن احنا بنلعب كل مباراة على اساس ان لازم نكسب لكن لو قلنا طبعا ان احنا هنكسب فرنسا من الناس ستتابق علينا لكن هو ذا التصميم اللي عند الولاد ان شاء الله نكسب باع مطش بكر بقى بكر على مفارقة مهمة جدا لان طبعا مكسب بكر هيريحنا ويوصلنا اولا للدور التالي وسانيا خليها نرعب مع السويد ونرعب مع ايسلندا بتمكنهم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله سؤالي الاخير لحضرتك هل عندنا لقدر الله اي اصابات كله جاهز كل مستعد ان شاء الله كله تمام وباذن الله ما فيش اي اصابات كان اخذ محمد ابراهيم كذنها خفيفة وما فيش اي مشكلة كل حاجة كويسة ان شاء الله نتمنى بس وارجوك توصل اللعيبة احنا واسقين فيهم جدا 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 بس مفيش داعة للخشون احنا اممكن دفعنا التمن شوية في الاستبعادات اللي كانت في ماتش فرنسا اعتقد لو شوية كانت الامور بالنسبة لنا كنا شواخدينها وعصبية كنا ممكن نكسب المنتخب الفرنسي هم رجالة وان شاء الله باذن الله مش هيخزلونا في ماتش التيك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ودعواتكم مهمة بالنسبة لنا وان شاء الله هتكون عن بخص نزل الماتش الساعة كان بتوقيت القاهرة ان شاء الله ستة بتوقيت القاهرة ستة بتوقيت القاهرة ان شاء الله باذن الله متابعينكم ومنتظرينكم ان شاء الله باشكر حضرتك فاندم شكرا جزيلا دكتور المحترم دكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد كان معنا من قطر وتعقيب على استعدادات منتخبنا الوطني اه امام التشيك ان شاء الله باذن الله المباراة التي تستقوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة في الغد مع حضرتكم نتابع نتائج مباراة اليوم اه من بطولة العالم الكرة اليد موسيقى النهاردة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر النهاردة يعني محتفيين جدا وفرحانين لما شافوا انه فيه حاكمة مصرية حاكمة مطش للناشئين في بطولة الجمهورية بين طلاقة الجيش ووادي دجلة الحاكمة طبعا كنا جبناها لحضراتكم وشوفنا قد ايه عقليتها حاجة محترمة كانت ظهرت معنا في البرنامج من فترة الاول ظهور ليه على الحقيقة كانت الكابتن صار سامير ولو تفتكروا في اللقاء نال ان شاء الله باذن الله تحكمي مطشاط للرجال قالت انا عندي استعداد وعندي القابلية ولما بحكم يعني قوية جدا بنسى فكرة ان انا سيدة في النهاية النهاردة حكمت المطش والناس كتير جدا جدا كانوا فرحانين بيها على تويتر وعلى الفيسبوك دي صورة الحاكمة كابتن صار سامير بالمناسبة خلاص بقت حاكمة دولية شارة دولية كمان اخدتها منذ ايام يا كابتن صار مبروك الف مبروك المباراة النهاردة الله يبارس في حضرتك اكتب إبراهيم ازاي حضرتك اخبارك انت ايه كل تمام؟ الحمد لله كل تمام بحثك الحمد لله تمام طيب قوليلي الاول مباراة بالنسباتك كانت صعبة ولا سهلة؟ مفيش مباراة صعبة عموما يعني اللي بيصعبها اللعيبة على نفسك لكن انا كانت احكيميا بالعكس المباراة حلوة جدا مقصة وايه خورة عالي جدا انت عارف طبعا دور القاهرة دور الادواق اه الناس كانوا متقبلين بشكل يعني انا كنت في خورة جدا تقصصة جدا لا يعني اللعيبة اولا ما عارفوا انه اللي هيحكملهم النهاردة حكمة كانوا انطباعهم ازاي انت اكيد شفتي ده بفعليهم اه طبعا شفت ردود الافعال طبعا انتصدموا المدربين انتصدموا والدنيا هناك يعني انتقلبت اه قلبه خالص مش عارف لي ولكن اه مع صفارتي الجدارية وشخصيتي وكراراتي الفنية اولا شاشك اهم ومثبتة لعيبة هو ورفعاله الكارت الاصفر وحاجة يعني ما شاء الله الحمد لله من مطش كان حلو جدا كورة عالية لعيبة مسترمة اجهزة فنية مسترمة انت عارف دايما يعني انا حفيت ان الاحترام ليا زيد اوي يعني عن الرجالة كمان يعني احترام غير عادي انا كنت ابسوطة حقيقي الحمد لله يا رب العالمين والناس ابسوطة الجمهور براها جاي تفرج علي يعني فيه جمهور برا الناس بتتفرج علي وانتتفرجش على اللعيبة ايوا يا ستي ومين قدك دلوقتي خلاص يعني انطباعك بقى وانت المباراة بتطلقي صفرة النهاية ومباراة عدت بسلام واللعيبة فيهم من الشهامة والرجولة والجدعانة لتقبل كل القرارات اللي انت اختيها ونفس القصة بعد الصدمة اللي حصلت للاجهزة الفنية بعد ما انتهى اللقاء شعوري كان عامل ازاي ام 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 مبسوطة طبعا مبسوطة جدا 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 واللي يفرحني اكتر اني طلعي الجيش خطرانة 2-0 والناس طلعا بتسلم علي ومتشكرين يا كابتن وعدم فوزنا النهاردة ده توفيق بتاع ربنا تحكميا مفيش اي حاجة احنا نجد انتكلم فيها ودي حاجة فرحيتني اكتر الطبيعي ان الكريه الكاسباني يجي يقولك يا كابتن هو متشكل لكن الكريه الخطران ان هو يجي يقولي كده دي حاجة بحد ذاتها اشرف لي وحاجة انا ام بسوطة ليها وكانت تجربة حلوة وتجربة جميلة انا امررت بيها كابتن عبد الفتاح وعدني معيك على الهواء وقال لنا الكلام ده واشا من سلم الشهارة الدولية من كان يوم قال لي ان هو هيدينا مباريات ومستوينا ادى المنشاك المستوي ادى الممتاز قال لي صارة انا على عاجة الممتاز انا ما عنديش مشكلة انا عمرت المباراة الحمد لله رب العلمين مباراة كانت احتمان كويسة جدا مستوي كورة عالي جدا طيب فاكرة فاكرة لما سألتك وقلتلك تحكيمي في الممتاز قلت انه لو وسعتها جبنا كابتن عصام عبد الفتاح على التليفون وقال صارة مؤهلة انت جاهزة ان انت تحكيمي في الدور الممتاز طبعا جاهزة جدا الوضع يبقى مختلف انت هتحكيمي بقى الانجوم بقى دلوقتي اهلي وزمالك واسماعيلي واسماء كميرة نعم انت قضاة الملاعب انت اهم من في المنظومة وبيكم الامور تمشي بشكل طيب بكل تأكيد طيب عندي سؤال اخير عندي سؤال اخير عندي سؤال اخير انطباعك بقى وانت بتتبعي على الفيسبوك وتويتر الناس كتيرة جدا جدا انت حط صورتك ومعلقة وانهم مبسوطين انه في الدور المصري اول مرة بيشوفوا اه حاكمة مصرية او محكمة مصرية انا عايزة اقول لحضراتك كمية الاتصالات وكمية التعليقات وفيسبوك وتويتر وانترجم والحاجات دي كلها انا كنت مبسوط انا في الناس انا معرفاش بيتكلمك طب اكتر حاجة عجبتك ايه انا مش فقدر اعود خلوها اعببتني خلوها اعببتني الحمد للناس ربنا اكرمك ووفاكك وانت حكمة مكتهدة وتعبتي جدا جدا يمكن ناس ممكن ما تعرفش ان انت بقالك فترة كبيرة جدا متحكمة وتسعي انك تبقي موجودة في الدور الممتاز ان شاء الله باذن الله هنشوفك بالممتاز انت فتحة الخير على كل السيدات والحكمات باذن الله بشكرك شكرا جزيلا